اشتركوا في القناة والمفتوحة أيضا في ذات الوقت وما حدث أيضا في زمن الأوبئة حيث شعر الإنسان بأنه فعلا إنسان واحد وأن البشرية تعاني من نفس المشاكل وتواجه نفس الأمراض ولكن في ظل هذا الشعور الإنساني الجميل وفي ظل هذه الوحدة التي يعيشها البشر تظهر فجأة مشكلة العنصرية والتمييز العنصري والتعصب الذي يرتبط بهذه العنصرية الحقيقة هذه المشكلة اليوم سوف نصلت عليها الضوء مشكلة التمييز العنصري هل هو مشكلة محصورة في مجتمع معين هل هي مشكلة فقط موجودة في الغرب أم أن هناك أشكال مختلفة من العنصرية هناك أسباب متعددة للعنصرية والتمييز العنصري هناك أشكال سنناقشها سويا إن شاء الله مع ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور ناصر خوالد أهلا وسهلا دكتور أستاذ التربية طبعا في الجامعة الأردنية مرحبا فيكم بارك الله بك دكتور نالغالي يعني بداية دكتور المفاهيم دائما والمصطلحات وغموض المصطلحات والعنصري ربما لا يشعر أنه عنصري والإنسان عندما يتعصب لعرق أو طائفة أو دين يحتاج إلى معرفة وإلى علم فالجهل يحتاج إلى تنوير ويحتاج إلى علم فنحن بحاجة قبل أن نتحدث عن أنواع وعن أسباب وعن لماذا مفهوم العنصرية فيه نوع من الخفاء أو الصعوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين لا نفرق بين أحد منهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أولا أخي الدكتور عامر أشكرك على هذه الاستضافة وتناول هذا الموضوع الحياتي العالمي الكوني والحقيقة لا بد المدخل للحديث عن هذا الموضوع الحديث عن الجانب الإنساني هذه الإنسانية يعني وأنت أستاذنا يعني ما سمي الإنسان إنسانا إلا لإنسانيته معنى لا لعقله ولا لوجوده وإنما للجانب الإنساني فيه فهو يرقى في مدارج الكمال الإنساني وهذا حتما معناه علاقته بالآخرين بغض النظر عن الآخرين من هم والآخرون من هم من هم الآخرون مكدينهم لغتهم جنسهم عرقهم لونهم مش مهم لكن لابد لأن علماء الاجتماع يجمعون على أن الإنسان مدني بطبعه كان اجتماعي لا يستطيع أن يعيش منعزل عن الآخرين يعني هو العنصرية والتعصب أخي أمراض أصابة العقل البشري بس أنا لمست في كلامك دكتور يعني كأنك تقول بأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا عندما يتعامل مع الآخرين بطلقة إنسانية نعم نعم ولذلك العنصرية والتعصب وجهاني لعملة واحدة هذه أمراض أصابة العقل البشري هذه سلوكات بربرية همجية غابية وحشية أقل ما يقال فيها أنها لا إنسانية هذا أقل ما يقال فيها ولذلك أنت يعني رب العالمين لما تحدث عن البشر تحدث عن ابنات ولقد كرمنا بني آدم ما قال المسلمين وكرمنا المؤمنين كرمنا بني آدم في الإنسان وموضع تكريم تكريم ولذلك عجبتني يعني إحنا مختلفين في صورنا وأشكالنا وعقولنا وأجسامنا ورغباتنا وعواطفنا إذن ينبغي أن نختلف في كل شيء لاختلاف دكتور بس القاعدة لاختلاف السنة والتعايش ضرورة ما أحسن قول الشاعر الشاعر الشاب يقول يا ابن آدم إن الاختلاف ثراء إن الاختلاف عطاء إن الاختلاف وجود إن الاختلاف بقاء يا ابن آدم خالفني واختلف عني وإن كنت بدوني معتقد أبيضا كنت أو أسود فقد كنت أنت يا ابن آدم خلقك الله مختلف فباختلافك اعترف وبتفردك اعترف يا ابن آدم عشعرا فهذه الأرض للجميع جميل يعني هذا البعد الإنساني عندما يغيب فكأن العنصرية هي تحضر عندما يغيب هذا العمق الإنساني صحيح يعني دكتور تمجيد الذات والشعور بالهوية شيء جميل يعني كثير من الناس قد يقول لك أن العنصرية ناتجة نتيجة زيادة الشعور بالذات وتمجيد الذات لكن أليست أيضا هذه قضية إيجابية أن يشعر الإنسان بهويته بتميزه بأنه مختلف كما ذكرت فرق بينهما ما هو الفرق؟ أولا يعني اسمح لي أرجع للجذر الموضوع له العرقية والعنصرية ترى أصلها عرقية العنصرية أصلها العرق كان سببا في العنصرية ريسيزم يعني ريسيزم الآن لو ترجع أنت هذا مش مصطلح بيولوجي فحص الدم لا يثبت العرق وأن هذا مصطلح ثقافي خيالي مختلق جابوا ذريعة فقط لتسيطر يعني فئة على فئات أخرى لظروفهم لتاريخهم لعاداتهم للون بشرتهم لدينهم لأي سبب من الأسباب هذا هو السبب السبب أن هذا مصطلح مختلق اختلاق ثقافي ما له علاقة بالواقع جميلة ملاحظة رائعة دكتور حتى البيولوجيا الاستعمارية كما يقال أنه أيام الاستعمار كانوا يقولوا أن الرجل الأبيض هو بيولوجيا وذكاءه أكثر ومعرفته أكثر من أجل إعطاء تبرير للاستعمار وكله مبررات مبررات كيف يسيطروا على الآخرين ولذلك بس لجع الأسباب رح نبين لماذا كل هذا الذي طبعا الوجه الثاني هو التعصب التعصب شخص متشدد يرى أنه على حق والآخرين كلهم على باطل وهذا لا يقبل وأخطر أنواعه هو التشدد في الطائفية يعني الآية القرآنية يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ كان بإمكان الله تعالى يقول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلْرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ يعني دكتور في سؤال هنا أثرت في كلامك يعني الآيات القرآنية لما أشارت لمشكلة بني إسرائيل هل تعتقد أن مشكلة بني إسرائيل كانت العنصرية يعني قضية الشعور أن بني إسرائيل أفضل للناس وأنهم أحسن من الناس كلهم هذا واحد من المبرر يعني أليس أحد انحراف الشعوب عن القيم الروحية الحقيقية هو شعورها بأنهم مقدسين والشعوب الأخرى يعني بعيدين عن الله أو أنهم نقيض القداسة ونقيض الدين إذا سمحتني أشد أنواع العنصرية سوءا وأشد أنواع التعصب سوءا تلك المتعلقة بالأديان لأن لها بعد ديني أنا كنت أسألك سؤال أنه هل العنصرية الدينية والتمييز الديني هو أسوأ من التمييز العنصرية أنت يعني مباشرة أتيت للإجابة نعم دكتور كلهم أخف أخطرهم الديني لماذا دكتور ليش التمييز الديني أخطر من التمييز العرقي لأنه مرجعية دينية يعني أصحاب هذا النوع من العنصرية أو التشدد أو الطائفية يرون أنهم عحقها سبتلوف طوائف عندنا إسلامية إسلام ما فيه طوائف بالمناسبة نعم هو سماكم المسلمين من قبل نقطة نعم ما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الطائفية فالآن تجي مهندسين أطباء علماء أستاذة الجامعات كلهم يسيرون كالقطيع وراء الطائفة لما تقول له خاصة سني شيعي صوفي سلفي يقول لكي حتى الطائفة الفلانية نحن هيك معتقداتنا أين عقلك أنت وين عقلك مع أنه يحمل شهادات عليا ومثقف كلهم بأعلى الشهادات وعلى الثقافات ومع ذلك لا يقبل أن يغير ومع ذلك لا يقبل أن يغير عند الأمريكان مثلا بيقول Breaking an atom is easier than breaking an idea تفتت الذرة التي لا تفتت أهو من أن تغير فكرة في واحد متعصب مستحيل يتغير من الله في كاتب فرنسي مؤخرا أو من حوالي ثلاث سنوات كتب كتاب سمال جهل المقدس وبالتالي كأنه المشكلة الأساسية وهنا ندخل للأسباب الحقيقة لأسباب التمييز العنصري أنه عادة فيه جهل بالآخر يعني يظن أنه الإنسان الأفرو أمريكانز هدول أو العرق الأصفر أو العرب لأنه أنت بتعرف وإنت درست في الولايات المتحدة دكتور فترة طويلة كيف أنه فيه نظرة سلبية تجاه بعض العرب بعض الأفارقة نتيجة أنه بعرفهم مش فالأسباب دكتور يعني كيف نفهم أسباب العنصرية الجهل مشكلة يعني أنا حضرت محاضرة لي واحد بوذي في أمريكا فبس خلص محاضرته ساعة قلت له كل الذي ذكرت موجود في المسيحية وإليك وكل الذي ذكرت موجود في الإسلام في ديني أنا كل الذي ذكرته طبعا الحب الجار وكذم الغيظ وعدم الغضب إلى آخر هي أشياء تساغم حروف أخلاقية كلها وقلت له كل الذي ذكرته موجود في ديني كان جوابه إلي سير أنا أسف أنا تربيت في المعابد أنا جاهل خارج البوذية نعم فالجاهل اعترف انغلاق منغلق على نفسه في مجتمع محلي يتربى في المعابد يتربى وما يقبل فكرة واحد من برا فقلت له كل الذي ذكرته موجود في ديني خذ الحديث وخذ الآية واخذ الحديث وترجمت له باللغة الإنجليزية كانت المعاضرة باللغة الإنجليزية فاقتنع قال لي أنا جاهل خارج البوذية أنا تربيت في المعابد شفت فكلامك صح هذا الجاهل بعدم اتصال بالآخرين الانغلاق الرهاب الاجتماعي هذا الرهاب الاجتماعي بخاف يتواصل مع الآخرين لأي سبب من الأسباب ويظن أنه على صح وأن كل الدنيا خطأ وأنه فقط الوحيد الذي يفهم هذا ويعرف هذا وأنه الصح في الحياة وهذا مشكلة وهذا المتعصبون موجودون في كل دول العالم طبعا ليس هو مؤشر دكتور على فشل الاندماج نحن نعرف أن المجتمعات كل المجتمعات فيها مجموعات مختلفة يعني فيهم مثلا إن لم يكن هناك ألوان فهناك عراق هناك عشائر لأي سبب من الأسباب هناك طوائف يعني دائما هناك شيء مختلف داخل المجتمع لكن هناك مجتمعات تستطيع أن تجد صيغة لتجمع هذا الاختلاف وهناك مجتمعات لا تنجح صحيح هل التمييز العنصري هو ناتج عن فشل هذه الصيغة عدم وجود صيغة لجمع وضع المجتمع في إطار واحد وهذا تصبح لي أضرب مثال كم تعب المجتمع الأمريكي استقطاب كل ملتكالشر صحيح كل الثقافات أكثر مجتمع متنوع في العالم أسباب تطوره أنه ملتكالشر وأنه مجتمع يجمع كل هذه الثقافات والحضارة مرة واحدة ولذلك ساد العالم كله لكن ومع ذلك جذورها بدأت الآن لاحظ نقاط ضعف لأن لها جذور في عقلياتهم لها جذور في التربية لها جذور هل تحتاج إلى وقت طويل هل هي ثقافية هل التمييز العنصري سببه يعني مثل ما ألمحت الآن سببه الثقافة القديمة سببه وجود ذكريات سلبية صحيح أيام العبودية وأيام استعباد الأمريكان السود والرق والعبيد والتجارة العبيد هل ما زالت موجودة في العقل الأمريكي الأفرو أمريكي كذلك يسموه في كل العالم أو البيض خمان كله يعني هو يتعصب لأي سبب يعني يتسم بالعنصرية لأي سبب من الأسباب للعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو أي شيء هل تعلم أنه داخل المجتمع الأمريكي في مناطق إذا دخلها الغريب يقتلوا أنا سكنت فيها في تريهوت في تريهوت في أمريكيا منطقة معزولة إذا دخلها الغريب الأمريكي منهم يقتلونه على عمود الكهرباء عجيب الله لأنه مجتمع مغلق جدا تصوروا أنه هذا في أمريكا ولذلك أحيانا في يعني إحنا مثلا عندنا ناس متعصب ومتعنصر للتراث الثقافي تفهموا يا عمي هذا التراث جهد بشر هذا يعتريه النقص ويعتريه الخطاء وهذا التراث لا نقدسه ولا نهمله وإنما نفحصه والله هاي نقطة يعني اسمح لي أوقف عندها قليلا دكتور يعني أنه تحويل الاجتهاد البشري والتراث الإنساني إلى مقدس مقدس هل نستطيع أن نقول أن هنا تقع المشكلة يعني الافتخار الاهتمام الدراسة شيء جميل الاجتهاد ولكن عندما يتحول الشيء إلى مقدس وهو مخلوق وهو دنيوي هل تعتقد أنه هذا أحد أسباب العنصرية أنه عندما نجعل الأشياء نعطيها أكبر من قيمتها نعطيها أكبر من حاجمة نعم وفيها تضخيم لها يعني في كتب أخلفها بشر في تراث ثقافي نتاج جهد بشري البشر كلهم غير معصومين وبالتالي يعتريهم الخطأ ويعتريهم النقص ويعتريهم القصور فلا يجوز أن ترفع قدسيتهم إلى مستوى القرآن الكريم لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهذه مسألة مهمة وذلك القاعدة بتقول لي حتى التراث اللي احنا بنعبها بنقول لا نقدسه ولا نهمله جميل وإنما نفحصه ونمحصه المرأة بتلاقي بعض الناس أنه حتى متعصب للمرأة كثير فبصيروا ينتقدوا الرجال وعالم الذكور وعالم الذكور هم سبب كل مشاكل والعكس صحيح أنه المرأة وبالتالي حتى ممكن يكون موضوع التعصب وموضوع يعني رفض الآخر ممكن يتوجه نحو النساء يتوجه نحو قبيلة معينة نحو عرق معين لكن ألا تعتقد معي دكتور أنه احنا في المجتمع العربي بكل صدق أنه يمكن مشكلتنا الأساسية تكمن الآن في قضية التعصب السني الشيعي مثلا طائفي ماذا نفعل تجاه هذه المشكلة أنا شخصيا أستاذ في كلية التربية لا أرى أخطر على ديننا وعلى حياتنا من الطائفية الطائفية الدكتور الغالي عدو داخلي وعدونا الخارجي مبين هذا عدو داخلي هذا يعني أثروه وضرروه علينا أضعاف العدو الخارجي يعني عدوك الخارجي معروف واضح أما هذا من داخلك ويحتج بالدين ولذلك أسبابه أحيانا مثلا سأفهم هسا أن نصوص الشرعية من آيات القرآنية وأحاديث نبوية تعامل على أنها صياغات إلهية تفرغ في وقائع بشرية فالنص مادة الواقع والواقع والواقع المعكاس للنص والتفاعل بينهما ينشأ حركة الحياة وقد يفهم هذا بدهة بالفطرة وقد يفهم استنباطا بالعقل والجمع بينهما طريق تحقيق الواقع جميل يعني نواصل حديثنا دكتور ناصر الخواد أستاذ التربية في الجامعة الأردنية ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا معكم من جديد أيها العزاء والحديث عن التمييز العنصري ليست مشكلة تخص الغرب أو مشكلة تخص مجتمع المجتمعات وإنما هي مشكلة حقيقة بإشارة قرآنية جميلة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يعني هذا الشعور دكتور وعودة للحوار أنه أول خطيئة وأول مشكلة في تاريخ الوجود مش البشرية حتى بالنسبة لهذه الصورة التي تجسد أول خلل أو أول مشكلة أنه كان في هذا الشعور أنه بالفوقية أنا خير منه الفوقية والإزدادات كل العنصرية أصلا هي فوقية أيوة فكسبب من أسباب العنصرية هل الغرور العرقي الغرور الطائفي الغرور الذي يشعر به البعض بأنه يملك الحقيقة كلها يملك المعرفة كلها يملك الحضارة كلها لأنه كما تعلم أيام الحرب على الإرهاب بيجيب أقول لك نحن المجتمع المتمدن وهذا ضد المدنية أليست هذه صيغة سيئة لا تقل سوءا عن التطرف الذي يقتل الآخر لأنه من ديانة أخرى خاصة وإذا عرفنا أن هؤلاء المتعصبون أو العنصريون لا عج معهم ولا دليل ولا برهان هؤلاء يرون فقط أنهم هما أصلا شو الأسباب اللي بيخليهم يعني يعتدوا هو اعتداء حب الاعتداء على آخر حب مثلا أخذ ممتلكاتهم وأشياء عندهم مثلا طريق يعني هذه الفوقية طريق للاعتداء على الإنسانية فقط ولذلك ما عندهم دليل ليس لديهم دليل ولا برهان ولا عجة لماذا تكره السود لا أعرفش لماذا ولا شيء هل هي دكتور في فكرة أظن في علم الاجتماع بقوله جماعة الاني جروب والأوتي جروب يعني أنت بدك تبحث عن عصبية تبحث عن عصبية تبحث عن مجموعة تمرر من خلال مصالح لازم تنتبه إلى مجموعة قريبة منك جدا إذن في منافع في الموضوع طبعا كلها الأصل منها يعني السبب الحقيقي لها هو الاعتداء على الآخرين بيأخذ ممتلكاتهم أو بيجعلهم يخدموننا إلى آخرين هكذا ولذلك يرى الآخرين في دونية مذلة مهانة هكذا ما عندهم حجة ولا دليل ولا برهان هؤلاء هؤلاء العنصريون والمتعصبون ولكيف اليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار وأن البشرية كلها خلقت لخدمتهم ما معقول إذن هي نوع من صناعة العصبية من أجل تحقيق مصالح أيضا من أجل تحقيق مصالح بالدرجة الأولى هكذا هذا كذا العنصري قبل أحداث سبتمبر وأحداث لندن وظهور هذا التطرف الذي هو أساءل العرب والمسلمين أكثر مما أساءل أحد كان هناك دراسة في بريطانيا دكتور ناصر تقول بأن البريطانيين عندهم مشكلة مع السود أو مع الناس الأفرو بريتش إذا صحيح التعبير لكن بعد أحداث سبتمبر بدأ فيه تحول أن الخطر بطل هذا الإنسان الذي عايش في بريطانيا وهو لونه مختلف وقد يكون إنسان رائع ولكن تشوف السطحية العنصري قديش هم سطحيين فيه تحول دكتور هذا الشفت أو التحول نحو الإسلام نحن الإسلام نعم والتمييز الإسلام فوبيا تجاه المسلمين كيف تشوف دكتور هذا التحول من اللون والعرق إلى الدين أخي الكريم نضرب لك مثال ونحن طلاب بعملت إحدى البنات وقالت للدكتور المشرف علي في أمريكا هذا في أمريكا قالت له قبل أنا ما ألتقي بالمسلمين في الكامبس في حرم الجامعة كنت أظنهم قتلين قتلها لا يحبوا أحدا يكرهوا كل البشر هذا والله أنت الرجل متسامح شكلك سمح الله يباركي فقالت تعاملت معهم وجدتهم طيبين خلوقين يعبوننا ويحترموننا إلى خري كانت كل معلومات المستقى من الـ CNN فالآن تقول أنا غيرت اتجاهاتي غيرت هذا الإعلام المضلل ولذلك أول خطوات معاربة العصرية هو معاربة الإعلام المضلل والفتن هذا الإعلام يلعب دور كبير في تشويه صورة المسلمين في الغرب ولذلك لماذا وجدنا جلالة الملك أشرف على إيجاد رسالة عمان ليه لتغيير صورة العصر أن الإسلام يقبل الآخر وأن الإسلام يعب الآخر وأن ينفتعون على الثقافات الأخرى أصلا ما تأمل مزدهر المسلمون في حضاراتهم إلا حين انفتعوا على الحضارات الأخرى وحين انغلقوا ورجعوا القهقرة جميل تمام والتسامح في معنى الإسلام لسه معنى التنازل ولا التساهل ولا معنى أنه أنا لا معنى هو قبول الآخر وعطاءه جعله يتمتع بحقوقه الإنسانية وأنا أقبله كما هو وأتعامل معه مع حفاظه على هويتي الثقافية لابد من الإشارة أن العلم عالمي والثقافة خاصة جميل الثقافة خاصة فيه ولكن العلم أقضم لأن أي شعب في العالم هون دكتور كونك أثرت موضوع الحياة في الغرب ونظرت كثير من المجتمعات نتركوا كل عدوهم المسلمين هذا الدمج هو يرى العربي والمسلم شيء واحد يعني العربي ابن الكرك والمسيحي ابن مادبة وابن كذا هو عربي كله مسلم هو ناصر خوالدة هو والمسلم لأنه يحاكم الكلتشر بالضبط فإذن هذا دليل أيضا أنه الإنسان العنصري إنسان عنده مشكلة في القيم عنده مشكلة في القيم صحيح إذن هل العنصرية بالضبط يعني إلى أي مدى يمكن أن نرى أضرار للعنصرية إذا كانت العنصرية تسيء للدين نفسه وللقيم نفسها يعني هذا الحقيقة ألا يعد أسوأ ضرر للعنصريين أن العنصرية تشوه والتمييز العنصري يشوه دينهم يشوه حياة البشر وبالتالي يصبح الناس يكرهوا الخلفية العقائدية اللي عندك اللي عندك نعم وغير هذا يشوه حياة الناس كلها من أبرز أضراره أنه يزيف الواقع يعمل على لي أعناق الحقائق يفسد العلاقات الإنسانية من أبرز يعني يطيل أمد الخلافات يقطع النسيج الاجتماعي يوسع هوة الخلاف بين كل هذه أضرار ولذلك قد يقتل إسرائيل القتل كم قتلوا باسم الطائفية كم قتلوا 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 الناس باسم الطائفية لمرجعيتها إسلامية يترك الثاني وقتلوا بشر لا ذنب لهم إلا أنه من الطائفة الفلانية فيقتل على الإسم ويقتل على الهوية ويقتل شوف قتلوا أبرياء بدون وجه عق هكذا هذه أضرارها أضرارها لا تتعامل مع الواقع أضرارها أنها نظرة شعور هذا الشعور الداخلي الذي ينتابه يشعر أنه هو صح والآخرون كلهم هل يمكن دكتور ناصر أن تصل هذه الأضرار إلى أن تنهار دول طبعا يعني هل يمكن أن تكون العنصرية والتمييز العنصري والتمييز الطائفي سواء بأشكاله المختلفة سواء في الغرب أو في العالم العربي أو في أي مجتمع هل يمكن أن يؤدي إلى دمار داخلي أو حروب أهلية مية بالمية نعم سبب الحروب هذا هو التعصب العنصري هذا معظم أبرز أسباب الحروب الحروب ما نتيجتها نتيجها تقتيل الناس نتيجة تدمير المجتمعات دمار الدول يشنوا حربا من الغرب على العراق وغيرها باسم الإسلام حرب صليبية بقوله مثلا لأنه أصلا منطلق من منطلقات هو صح ويرى أن هذا الفكر وهذا الفوبيا سلامفوبيا أنه سيدمر المجتمع الأمريكي سيدمر المجتمع الغربي وذلك ينبغي أن يشتث من جذوره طب دكتور شو رأيك بمن يواجه العنصرية بالعنصرية يعني بيجي بقولك أنه هذو العنصريين ضدنا لازم نتعزل أيوة يعني هو مثلا أمريكي بحبش العرب إحنا عرب إذن نكره الأمريكي هذا معالجة سني بكره الشيعي إذن إحنا الشيعة نكره أليس هو تدوير للمفاهيم الخاطئة طبعا هذا معالجة الخطأ بخطأ مثلي يعني للأسف تلت رباع واقعنا البشرين ولذلك عنصرية مقابل عنصرية وتعصر مقابل تعصر النص القرآني أعطانا الطريق نعم حتى مع من يختلف بدك الدين حتى مع من يختلفون معناه في الدين وأنت رجل تخصك مقارنة أديان لا يثماني من الممتحنة سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم هؤلاء غير مسلمين إذن أنت لا تكره لذاته أن تبروهم والبر على درجات التعاون الرائع مثل بر الوالدين وتقصطوا إليهم أن الله يحب المقصطين هؤلاء يختلفون معناه حتى في الدين وهو أهم شيء ومع ذلك بدك تبر وتقصط إليه أن الله يحب المقصطين والله هون ذكرتني دكتور ناصر في الحقيقة الدكتور إسماعيل الراجل الفاروقي هو أستاذ أديان وتوفي أكيد أنت سمعت فيه أنت درست في الولايات المتحدة وكان أستاذ في جامعة تيمبل ودرس في عدة جامعة فهو لخص العنصرية بكلمات بسيطة قال يعني العنصرية أنني أنا أفضل منك لأنني أنا أنا وأنت أقل مني لأنك أنت لست أنا وبالتالي هي نوع من تلخيص جميل ومعبر الحقيقة فكيف يمكن الآن لو تحدثنا دكتور عن الحلول الحقيقة يعني كيف يمكن أن نضع وليس فقط في الإطار الأحكام الشرعية والنصوص الدينية المباشرة لكن وأنت رجل تربوي وتعمل في الإطار التربوي كيف نؤسس لنظرة إنسانية حضارية ترتكز على الدين دون أن تستبعد الدين الدين في غاية الأهمية ولكن أولا نريد أن نقدم حل ليس فقط لمجتمع العربي ولمجتمع الأردني كيف نقدم بالضبط كيف نقدم حل إنساني لمشكلة العربي أنت كنت بتحكيلي قبل الندوة أن بلال رومي وسلمان فارسي بلال حبشي بلال حبشي وسوايب رومي نعم وسلمان فارسي ورسول يقول سلمان ومنا آلبي بالضبط لما أبو ذر أي روحة قالوا يا ابن السوداء قال إنك مريء فيك جاهلية لما سرقت المغزومية شفع فيها وسابب زيت خلو تشفع في حد من حدود الله وأي من الله لو أن فاطم بن تمام إلى آخر وأمثلة كثيرة لكن كيف الخلاص من هذا أنا أول خطوات الفهم الصحيح لحظة الألايات القرآنية كلها المخاطف فيها من لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لأولي الألباب يبقى الذين لا يستخدم أصلا النص هذا المقدس متى تصبح قيمته هو مقدس على كلام رب العالمي قيمته في حياتك حين تفهم النص ويصبح فكرة أو صورة تترجم إلى سلوك عندك فأول خطوات فالخلاص من هذه أن نفهم النصوص التي يستدلون بها لأن السياقات لها فهم خاص فيها ولذلك بعضهم لا يفهم هذا يعني يستدل بغيري وجهي دلالة وبالتالي أدلت ليست في مكان منها أيضا التعايش السلمي أنا أعيش مع الآخرين لهم ما لهم بس أكبر وأوسع المشترك الإنساني هذه الدائرة حقوق الإنسان في العياة حقوق الإنسان بس أكبر هذا المشترك بينه وبينه بحالي نختلف المياه في الدين والله يا دكتور ذكرتني كنت أقرأ عن بغداد عندما في عصر العباسيين وكيف أصبحت بغداد تجتذب تجتذب ابن خوارزم وتجتذب البيروني وتجتذب العلماء من أواصط آسيا وهذه الأعراق تندمج فيما بينها طبعا يعني والأصول الفارسية والأصول العرائية هذه تنصير في الدولة اليوم سؤالي والله يا دكتور السؤال المؤلم والغزالي والرازي ومن الري ومن الرهى ومن كيف يعني لم يكن يعني هذا دليل على أن الحضارة العربية الإسلامية استوعبت كله الضبط كانت استوعب اليوم بيقول لك الفرس طبعا الأتراك اليوم قومية العرب صاروا يكرهوا الأتراك والأتراك بكرهوا العرب والفرس بكرهوا العرب العرب بكرهوا الفرس يعني دكتور أنا تشعر بأن هناك أيضا جانب سياسي في الموضوع طبعا أكيد يعني هو جانب كل حتى الطوائف هي فيها جانب سياسي هي طوائف بعد ديني ضبط ولكن في النهاية الجانب سياسي ولمصلحة من هذا الانشقاقات العرقية والحقافية لتدمير البشرية نعم ما ذنب هذه الدول تنزل في حروب وبتاهات ويقتل ملايين الأبرياء بغير ذنب ما في شذب يعني والله أنا بسأل سؤال لما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقولوا سلمان الفارسي هي كلمة فارسي كانت شتيمة لا بالله اليوم شتيمة يعني بتعرف من يوم اليوم لما واحد يحكي للثاني أنت فارسي وعربي شتيمة وعربي شتيمة أو لم يقولوا مثلا أنت يعني أسود أو أنت عبد وهون دكتور فيه نقطة والله ما بتحس معي أنه في بعض المصطلحات أنه الرجل الأسود البشرة الإنسان الأسود اللي من أصول أفريقية أو حتى إحنا في فيب الأردن في كثير عائلات يعني هي يعني أنت أردني أبيض وأنا أردني أسود شو المشكلة ما بتحس أنه لسه في ثقافتنا بعض المصطلحات بقول لك فلان عبد أسود طبعا طبعا نيغرو باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة كانوا بيحك لهم نيغرو الأمريكان السود بيحبوش هاي الكلمة بيشعروا بأنك أنت بضي لأن فيها رائحة العنصرية وهذا اللي لما جاء النص ما باله دعوة الجاهلية تعوها فإنها منتنة هاي بمعنى أنك تستخدم ألفاظ تجعل الآخرين يشعرون أنهم في مستوى أدنى منك وأنهم قهرهم وظلمهم والاعتداء عليهم وممتلكاتهم محقهم في الحياة كل تحريمهم منه بعجة أنك أنت أعلى منه استخدام ألفاظ كثيرة في العنصرية والتعصب لا يجوز استخدامه دكتور التراث يحتاج إلى تنقيح يحتاج إلى تنقيح لو كانت المرجعية الدينية صافية لخلصنا من كل هذا الموضوع جميل من الشاعر الأردني العربي الذي قال ولولا سواد المسك ما بيعة غالية لأنه يعيب عليه لونه أنه كان هو أسمر أو أسود ويريد أن يتزوج واحدة بيضة ورفض عمه يعطيه طبعا ما هي حل الدكتور إلا أن نفهم الناس أن الله تعالى حين خلق الإنسان يحترم إنسانية الإنسان يعني هذه النقطة سنسلط عليها الضوء توسيع المشترك الإنسان هذا المهم بالضبط لك حقوقك ولي حقوقي لك واجباتك ولي واجباتي بس نعيش في مجتمعنا أكيد سنواصل الحوار حوار مبتع دكتور ناصر خوالدي يبقوا معنا أيها الأعزاء نعود إليكم بعد الفاصل معكم من جديد أيها الأعزاء والحديث عن التمييز بكل أشكاله الحقيقة هو بشع لأن الظلم ولأن التمييز بين الناس هو فعلا من أسوأ ما يمكن أن يكون من حيث ابتعاده عن القيام الأخلاقية ودينية يعني دكتور أنا سألت سؤال قبل فترة واجيزة ما الفرق بين عنصرية إنسان أبيض تجاه ذلك الأفريقي أو الأمريكي الأفريقي وبين عنصرية وتمييز رجل صهيوني أو عسكري صهيوني يضع ركبته فوق عنق طفل فلسطيني ويقتل ويخنق حتى النهاية ما الفرق بين هذا النوع من العنصرية والظلم والتمييز الذي العالم يستطيع أن يرى بسهولة عنصرية ذلك الرجل الأبيض عندما يعتدي على الرجل أو صهيوني عندما يعتدي على الفلسطيني لكن دكتور هون ليش إحنا مقدرناش نعطي لمشاكلنا العربية نوضح أنه في عنصرية صهيونية أنه لما يطلع القانون الإسرائيلي ويقول لك حتى في تشريعاتهم بأنه الإسرائيلي اليهودي رقم واحد واللي حتى معه جنسية إسرائيلية وعربي هو رقم اثنين صحيح هذه العنصرية للكيان الصهيوني عنصرية الكيان الصهيوني مشكلتها لماذا ما عرفناش يبين هذا العنصر للعالم وفي الإعلام لا والله نحن ساهمنا ما قصرنا لكن المشكلة أنهم أقوى في الإعلام أقوى في الإعلام المضلل أقوى في الوصول هل تعرف أن معظم اقتصاد أمريكا ومعظم إعلام أمريكا يديره يهود لهم قوة ويهود صهاينة بالذات صهاينة بالذات أخي فيه جرائدهم نقرأ يومي نقرأ يومي في الجريدة وفي المجلة أن هذه المراكز الاقتصادية خلفها يهود أن هذه المراكز الإعلامية الكبيرة أكبر المجلات وأكبر مراكز الإعلام في أمريكا يسيطر عليها اليهود لهم قوة ضاربة في الأرض ولذلك صعب جدا أن تجاريهم في هذه القضية إلا إذا تعبنا على أنفسنا وعدنا تشكيل العقل العربي والعقل العربي كبير فيه مشكلة أحيانا يعني هو لا يقبل كل شيء ولا يريد أن يقبل أي شيء لكن الصيوني والأمريكي الأبيض ضد الأسود هي وجوه هي مظاهر للعنصرية قاتلة وحشية بربرية قلت لك هذه لتفقد الإنسان إنسانيته ولذلك ما ذنب هذا الفلسطيني في أرضه أن يضع ركبته عليه على الطفل أو يقتل الطفل أو يقتل الأم أو أي فعل من هذه الأفعال ونحن نتفرج كأن الأمر عادي جدا يا أخي قبلوه على أنفسهم حين كانت العنصرية تمشي في دمائهم تجري منهم مجرى الدم ولذلك هم لا يريدون الشعوب كله يريدون أن يتخلصوا من كل الناس مجرمين ولذلك فيها الظلم عن الإنسانية هذا الفلسطيني ذنبه أنه فلسطيني بس هذا كل الذنب الذي اقتربه أنه مولود في هذه المنطقة وشاء الله أن يأتوا اليهود إليه ثم ينال ألوان من التعذيب لكنه صمدوا ووقفوا وجاهدوا وقاتلوا والله الوقوف الفلسطيني يشهد له القاصي والدان على قلة إمكاناتهم وضعف قدراتهم وقلة عددهم وعدتهم ومع ذلك استطاعوا أن يوقفوا هذا المارد الجبار ويقفوا عند حده والله هذه المظاهرات الفلسطينية دكتوري هذه فعلا النقطة وجود فئة تقف أمام العنصرية فئة تملك الشجاعة نحن بحاجة إلى أناس ليس فقط حلول نظرية هذا الإنسان الآن الذي يقف في لندن مؤيد للحق ورافض للتمييز الذي حدث مثلا في الولايات المتحدة هذا يحتاج إلى قوة لا يحتاج إلى شجاعة إذن أكثر من مجرح شجاعة وقوة مادية القوة لا تزول إلا بالقوة إذن الحلول ليست نظرية ليست كلها نظرية فكرية لكن المشكلة أن كل سلوكات البشر أصلها فكرة أصلها تصور يعني بدنا نحسن يعني تصوراتهم وأفكارهم حتى تترجم إلى سلوكات جميل لكن لا له عاجل خطأ بالخطأ طيب دكتور يعني نحن في المجتمع العربي مسلمون ومسيحيون نعم وأنت تعرف يعني مجتمعات ونعيش في مجتمع كيف تحول واندمج وانسجم المجتمع العربي ومسلمه ومسيحيه ولكن أحيانا ألا تشعر أيضا أن نملك بقايا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال أنك مرء فيك لسه ضيل لك فألا تشعر معي أنه لسه أنك مرء فيك عنصرية يعني في بقايا يعني مثلا أنه مسيحي مسلم مرات للأسف ناس بتعلق بطريقة غلط ناس بتحكي بطريقة غلط أو غير سن شيعي طبعا أو مثلا يعني ألا تجد أنه هذا للأسف يجب أن نعترف بوجود أخطاءنا قبل أن نعالجها يجب أن نعترف بوجود أخطاءنا قلت لك هذه ظاهرة كونية عالمية لا يقل منها أي مجتمع على وجه الأرض لكن ماذا وقت مثال أردن نحن ضربنا أربع الأمثلة في الحوار المسيحي الإسلامي وفي التعايش وفي قبول الآخر ويذهبوا إلى كنائسهم ونذهبوا إلى مساجدنا ومعننا أي مشكلة والله يعجبني أيام الحضر وأزمة كورونا عدد من الشباب المسلمين ذهبوا تعرف عشان تطهير المساجد والكنائس والعكس صحيح يعني مجموعة شباب مسلمين صحيح أبدا أن أروح الأمثلة فحروها وزبطوها وحطوا خطوط والمقابل مجموعة من الشباب المسلمين يعني هذه النماذج دكتور مقاومة العنصرية بالتسامح التسامح بالعمل كيف نعززها؟ هذه تعزز بإقناع الناس لابد من قبول الآخر كما هو وأنا قلت لك في بداية الحلقة الاختلاف سنة والتعايش ضرورة أنا مضطرة أعيش معك بس دون أن أمس أي شيء يتعلق فيك هذه حياة يعني إحنا لابد أخي الكريم لابد من تعظيم هذا المشترك الإنساني تعرف الحياة بغض النظر على الأديان الحياة تقوم على قطبي الحب والكر فإذا زاد الحب زاد لمعانها وبريقها وتألقها ورونقها وإذا زاد الكر على الحب بغض النظر على الأديان زاد تعسرها وركودها وتخلفها ورجوعها إلى الوراء فاختر أيها ما شئت بالزبط بغض النظر حتى على الأديان هذه حياة ولذلك الناس ينبغي أن يفهم أنك تقبل الآخر تعيش مع الآخر تحترم الآخر تحاور الآخر يخي هذا القبول وهذه المعاورة وهو لمصلحتك يعني عندما نعيش مع الآخر ونحترمه لمجتمعاتي نحن نريد أن نبقى أيضا لا نريد أن نصنع صراعات جديدة لا نريد أن ندمر أنفسنا وليس التنازل حتى لا يفهم الأخي المشاهدين يفهم أنه هذا التنازل لا التسامح ليس تنازل التسامح احترام متبادل وتعترف بحق الآخرين في حقوقهم حق مفتمتع بهم يعني هو مصطلح قد يكون مصطلح سحري يعني مصطلح الكثير من الناس يشعر بأن الحل لمشكلات كثيرة الطائفية والعنصرية وهو مصطلح معاصر اسمه المواطنة المواطنة يعني هل أنت تتفق أيضا أن المواطنة هي فعلا تمثل المدخل الأساسي لهذه المشكلات أو لحل هذه المشكلات والله أنا أرى أنها المحطة الأقوى جميل وأنها القاسم المشترك الأعظم في المواطنة تنصهر كل ما يتعلق بك يعني أنا وياك نعيش على هذا الوطن كل واحد له حقوق وعليه واجبات ما لا علاق بدينك ولا لونك ولا جنسك ولا عرقك ولا آخره أنا مع المواطنة وأنا دائما أقول لطلابي الوطن خط أحمر نلتقي عليه كنا حب الوطن جزء من العقيدة بالمناسبة جميل الكل يلتقي عليه لأنه هذا خط أحمر تختلف مع الحكومات تختلف مع أشخاص بس ما نختلف على الوطن إذن هناك ثوابت كبرى ثوابت كبرى التي تجمع الناس على المواطنة المواطنة يشعر بأمن يشعر بسلام يشعر بحقه في الحياة يشعر بأنه قادر يذهب إلى عمله من غير أن يتعرض له أحد هكذا المواطنة هي الجبهة الأقوى والقاسب المشترك الأعظم لكل من يعيش على أرض الوطن في ناس بتخلط ما بين المواطنة والجنسية يعني بجي بقولك أنا مدام عندي جنسية يعني الجنسية كوصف قانوني بفكر أنه هو يلخص موضوع المواطنة أعمق بكثير طبعا في ناس يفكر المواطنة ضد الإسلام أو ضد الإسلام الوطنية يقولك هذو الوطنيين وهذو الإسلاميين أو أنه إشي له علاقة بالعلمانية أن المواطنة منتج علماني يعني إذا ما عندك حب للوطن فهناك شك في عقيتك نعم وليك كيف لما خرج الرسول المكة قال والله لأنك يا حب وأرض الله إلي ولولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرج دكتور المساواة يعني المساواة بين المواطنين ما هو المواطنة بتقول لك أن الجميع والله أنا ما أقول دكتور عامل إذا سمحت لي أقول العدالة شوف المساواة صعبة جت نظرية العدالة أمام القانون العدالة أمام القانون بمعنى المساواة طبعا جميل لكن ليست المساواة يعني هي أشمل العدالة أشمل نعم صحيح لأنه يعني بالعدالة تعطي كل ذي حق حقا صحيح هذه هي العدالة المساواة تعطي كل واحد بالضبط زي الآخر و هذا مستعيل يعني حتى في أي شيء في حياتك ما في مساوى في عدالة فالعدالة مضلة أعم من المساوى والمعنى الصحيحة أعم ترى المساوى والعدالة كلاهم صحيح لكن قد يقول قائل دكتور يعني مثلا أن لو كنت أعيش في مثلا في اليابان ولم يسمح لي أن أبني مثلا مركز إسلامي أو مسجد في اليابان نعم تمام ألا يمثل هذا انتهاك لحقي كإنسان أعيش في اليابان طبع وبالمقابل أنا لا أسمح أيوة هل تسمح أنت الياباني إذا كان يعيش في عمان أو في تونس أو في الرياض أو في أي مكان آخر أنه أيضا يكون له ذلك المكان الخاص الذي يتعبد به طح يعني كيف إحنا مرات نطلب أشياء لنا ونحن ما بنعمل ولا نريد أن نعطي بالمقابل يعني أنت بتطلب ما بتعطي بتأخذه ما بتعطي زي التاجر النتف يعني عرفت كيف والله صحيح ما المشكلة؟ المشكلة أنه يعني هيك تربين العقليات هكذا ما يتعلق به رأو حقه حق الآخرين ما بينتبه له لأنه هو مقدم رأيه الشخصي وحقه الشخصي على حقوق الآخرين هل ليش اسمه تعصب وعصب؟ إذن هذا نوع من التمييز العصري هذا نوع من التمييز العصري والتعصب العصبية هل ليش هذه السلوكات غير مقبولة؟ لأن على أرض الواقع بتتكسر بتنتهي لأنه أنا بدي يعني أغير عقليتي بحيث أني أتقبل الآخر بحيث أني أترك يعيش مثل ما هو دون أن أتعرض له دون أن يتعرض لي يتمتع بحقوقه الإنسانية وأتمتع أنا بحقوقه الإنسانية وهذه القاعدة الذهبية أن تفعل الآخرين ما تحب طبعاً أن يفعله الآخرين الآخرون لك لك وإلا وأنت يعني جزء من المشكلة جزء من المشكلة أنت تبارس العنصرية والتعصبية دون أن تدري وهذه مشكلة أشد الحقيقة لابد من تغيير العقليات لابد من نفهم الناس أنه أنا قلت لك المفتاح احترام إنسانية الإنسان والحل المواطنة واحد من الحلول الرائعة أنه ينضوي كلهم للوطن جميل بغض النظر عن اتجاهاتهم أديانهم ألوانهم أعراقهم وطن لك حق تعيش فيه رائع جداً آمن على نفسك وعلى أهلك وعلى بيتك وعلى مالك وتمارس كل ما تريد أكيد هكذا ينبغي أن يكون دكتور ناصر خوالد نواصل حديثنا أيها العزاء ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا معكم من جديد أيها العزاء ونواصل حديثنا حول موضوع التمييز العنصري والتعصب يعني دكتور ربما لا أجد كلمات جميلة تعبر عن بناء هذا المشترك الإنساني هذا الشعور بالوحدة البشرية ورفض أي تمييز عنصري كالحديث النبوي الذي يقول الناس لآدم وآدم من الدراب لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى يعني هون دكتور كيف نجعل هذه الرؤية النبوية الرؤية الرئاسية الرسالية يعني هي بمثابة يعني تعبير عن الحل صحيح ليس فقط كعرب وإنما عموما والله يا أخي ظاهر الحديث وظاهر النصوص يشير إلى هذا أنه لا أعجمي عربي لغة اللغة مش مقياس ثم قال اللون نون للبشر لا أحمر ولا أسوأ أي كان وضعك المفاضة هي بالتقوى فقط بالقرب من الله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت النصوص تجرم العنصرية والتعصب يعني إجرام بالنسبة لنا والآية وما أرسلناك رحمة العالمين قالوا رحمة حتى بالحيوانات من فجع هذه بأولادها دخلت امرأة النار فيها والبغيين والعالمين يعني إحنا كل يوم نقول الحمد لله رب الناس يعني رب الناس كلهم ولذلك معظم الآيات يعني تبني القيم الإنسانية تبني القيم الإنسانية ولذلك بناء نحن أحوج ما نكون في هذا العصر في عصر العولمة إلى بناء القيم الإنسانية النبيلة التي تقوم على احترام الآخر وقبول الآخر والتعامل مع الآخر هذه قضية غاية في الأهمية والمتتبع للنصوص الشرعية كلها يرى هذا بوضوح نعم ولذلك نتحدى أن يكون هناك أي نص يحارب الإنسانية وهذا الدين الإنسانية ولذلك حتى منطلقاتك تكون مرجعية دينية أيضا ومرجعية تربوية ولذلك لا بد من التعامل مع الآخرين على أن هذا بشر من حقه أن يتمتع بحقوقه من حقه أن يعيش من حقه أن يكون آمن على نفسه وأهله من حقه أن يمارس ما يريد في حياته هذا مختلف عني ولا تمييز ولا إقصاء ولا إقصاء ولا تمييز ولا نفي ولا اضطهاد ولا اعتداء ولا أي واحد من هذه لا بد من اعترام الإنسان كإنسان يعني ليس تقيا ذلك الذي يميز بين الأبيض والأسود أبدا هل يمكن أن يكون تقي وهو عنصري لا يمكن أليست التقوى هي نقيض العنصرية والتمييز العنصرية مية بالمية وبالتالي إكرامكم عند الله أتقاكم أبعا يعني كيف يمكن للأتقى أن يكون عنده هذه المشكلة مستحيل دكتور الدليل الذي ذكرته يغني عن التعليق أبدا لا يمكن أن يكون عنصريا وعنده تقوى جميل هذا افتقر إلى التقوى والله في آية أيضا يعني القرآن عندما يقرأ بعيون إنسانية وبهذه القيم الإنسانية الآية اللي بتقول وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا النَّذِيرِ يعني عند الأفارقة في أنبياء وعند الأفارقة في ربنا أنزل عليهم كتب وعند الصينيين واليابانيين والماليزيين والهنود وبالتالي هي أمم أنبياء يعني جميع الأمم وإذا ما فيها أنبياء فيها مستقيم وفيها دعاء وفيها ناس طيبين وفيها أمهات وفيها إلى غير ذلك الله يا أخي تتعامل مع البوذيين في أمريكا أنهم خلوقين وعندهم أخلاق خلوقين لا يمكن يسئلك لا يمكن تسمع منه كلمة خلاص يعني يا رأى أنا أحترم الأخلاق بغض النظر عن أي شيء لكن لابد أن تكون المرجعية دينية الدين هو الذي يدفع الناس إلى التزام الأخلاق والسلوكات التي تحترم الآخر ولذلك إذا كان عنده عنصرية ولا تعصب والله ما فيه مشكلة عندنا في المجتمع العربي إلا التعصب والعنصرية أنا من هذا المنبر دكتور عامر وأنت رجل مقارنة دين أنا لا أرى قطرا على أمتنا أشد بنا الطائفي والتعصب للطائف لأن ديني هذا كارثة يا رجل هذا هو الذي يدمر المجتمع دمر أيهاك قتلوا بالملايين باسم الطائفية وليست بلادنا عنا ببعيد جميل هذه قضية مهمة ليست طرفا فكريا يطرح في محاضرة أو في لقاء زي هذا اللقاء لكنه قضية تترتب عليها حياة ناس أو موتهم بالضبط فتحتاج إلى طبعا وأنا أشكرك دكتور ناصر خوالد كم نتشابه نحن البشر في مشاكلنا وفي أمراضنا الاجتماعية وبالتالي كيف نتعلم من أخطاء الآخرين ومن مشكلات الآخرين ضرور عوضا عن الشماتة بهم ونستفيد من خبراتهم ونستفيد من خبراتهم خبراتهم ما لا علاقة بالموقع جميل جدا يعني ربما هذه الكلمات أن نتعلم من خبرات الآخرين ومن أخطاء الآخرين من أجل أن لا نخطئ وأن نزداد خبرة وعلما أيها الأعزاء المشاهدون إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حديث آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيه